بالله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هذ الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح ربي يحفظكم وينجيكم يا رب إن شاء الله هنعاد عليكم العيد بالصحة والعفية وكل ما تمنيتوا يا ربي ويعطيكم صحيحتكم ويعطيكم أي حاجة فيها خير إن شاء الله اليوم غادي نهضروه على حاجة تستعملوها الناس وصفات مغربية أو وصفات شعبية لناس اللي عندهم صدع عندهم مشاكيل الناس اللي عندهم تقاف كنين بعد الحويج في العيد تستعملوهم في العيد مسائل دي العيد ولكن هما طقوس شعبية طقوس شعبية لا أقل ولا أكثر فعلا النساء بكري كانوا تخدموا الفطرة ديالهم بحكم أنهم أميين ولكن كانوا تقدموا معهم شحويج بالنية بالنية ديالهم وكانوا تحطوا أغراض من الكبش اللي كان إما القنبة ديال الحولي تستعملوها للبخور تقولوا بأن البخور بالقنبة ديال الحولي تتفسخ السحر القديم وجديد وتحطوها على فاسوخ ومكونات ديال الفوسخة باش أنهم يفوسخوا إذن كانوا الناس بكري كانوا تحطو تفسخة ديال العيد الكبير إلا كان شي إنسان متقف كان متقف إذن من هضروش على الوصفات الربانية هذي وصفة شعبية وصفة كانوا النساء القدامات كانوا تذيروها بحل خيط النيراء بحل بزافة الوصفات كانوا بكري بحل الدبليج ديال الدهاب بحل بزافة الوصفات شعبية تقولهم وصفة جدة القدام كانوا تخدموا غير بالفترة وبسم الله والفاتحة كانوا تنويوا النية وتذيروا الكتمان هذو والسر الخطير ديالهم كانوا تكتموا الأمور وكانوا تقولوا بسم الله ما كانوا شي ضروا بها الناس ولكن كانوا تبطلوا بها للناس كعلاج لهذا السحر أو التقاف تخدموا حاجة من بقايا الحولي لأن العيد الكبير فيه بزاف توقوس فيه بزاف الحوج إذن الناس اللي بغين يخدوا هذه الوصفة الشعبية كوصفة شعبية ولكن إضافة لهادة وصفة الشعبية كما تقولوا قطعوا تلازة القطاع ديال القنبة الحولي الكوردة ديال الحولي تناخدوا خمس دراهم ديال الفاصوخ خمس دراهم ديال الفاصوخ أو عشر دراهم الفاصوخ الأسود أم الأبيض أم خشب أم حجر إذن تياخدوا الفاصوخ مع السنوج مع الحرمل تيزيدوا لوبانت داكر لوبانت داكر تيبطل السحر الفاصوخ تيبطل السحر الحرمل والسنوج يبطلون السحر الناس اللي عندهم القسط تيزيدوا القسط القسط الهندي إذن هذه الفاصوخة إضافة إلى الكوردة ديال الحولي اللي كان مربوط بها الحولي تيقولوا بأنها تتبطل السحر بعض الناس داروا هاد الكوردة وقعت معهم نتيجة في الفصغ في الفصغ لأن قاع الحويج الصوفة وهدك تيقولوا تيخلوا هالأطفال يبخرهم بها على الجعرة على التابعة على تديروا في القطران والمعة ويبخروا بها الطفل الصغير لي الله مزيود لأنه بعد الأحيان الأطفال تيقدروا يتصابوا بأسحار السحر المشموم تديروا لهم شي حاجة من بقاية العيد إذن غادي نعطيكم هاد الصيغة الشعبية اللي غادي إن شاء الله نضيف لها قرآن كريم إذن الناس اللي بغين يحلوا التقاف أو يحلوا التقاف ويحيدوا التابعة حيدوا بها التقاف والتابعة ويحيدوا العكس الناس اللي عندهم هاد المشاكل نحاولوا ناخدوا قطعة كبيرة ونقسمها إلى ثلاث أقسام كل قطعة غادي ناخد نحط معها شوية الفاسوخ شوية الحرمل شوية السانوج أنا وضعها في منديل ورقي ونحط على ثلاث أيام غادي نبطل قطعة الكوردة ديال الحولي مع الفاسوخ مع الحرمل مع السانوج نضيف لها إلى عندي سرغينة إلى عندي سرغينة نضيفتها هي للتابعة كيلي تضيف معها حتى الحلبة الحلبة إذن هذه تفسخة مغربية إضافة إلى الكوردة ديال الحولي مع قطعة الصوفة وغادي إن شاء الله إنسان لديهم الميعة يديرها الميعة معروفة عادنا إحنا في المغرب في الجزائر في تونش كيلي في الدول العربية الميعة مزيئة المس إذن غادي كل جزء كل يوم ناخد في الليل نقرأ عليه آية الإبطال ونقرأ عليه الفاتحة ونقرأ عليه سورة الفلق وآية الكورسي إذن آية الكورسي نقرأها ثلاث مرات سورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات غادي نقرأ آية الإبطال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم ابطل عني جميع العوارد إن كان سحر أو تقاف أو عين حاقدة أو سحر معمول لفلانة بنت فلانة اللهم ابطل عني إذن دخلنا في طاقة القرآن غادي إن شاء الله صباح العيد لوقت اللي ندبحوه يبقى المجمر هم يشوي ويسالي ويبقى المجمر غادي يبقى فيها ذك الرماد سخون فيه العافية ولكن العافية مهيلة غادي ندخل نلبس واحد العباية ديالي تكون ملونة ما تكونش سودة وغادي نحل العقد ديالي وغادي ندخل أي مكان نتبخر فيه إما يكون باركون أو يكون أي مكان ندخل نتبخر نحل الشعر ديالين نحيد الخواتم نحيد أي حاجة الملابس الداخلية ونتبخر ونقرأ هذه الآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله اللهم ابطل عني أنا فلانا بنت فلانا اللهم ابطل عني جميع العوارد اللهم ترد عني جميع العوارد بحق محمد وآل محمد أن تنصرني على من ظلمني وترد سحره إليه وترد شياطين السحر إليه بحق محمد وآل محمد أن تطردوا عني جميع العوارد التقاف والعين والحزد أي حاجة ترضي هذه الليلة هذه النهار يوم العيد إن شاء الله تكون عندك أيامك كل عيد إن شاء الله أي وحدة متقفة على الإنجاب متقفة على الزواج متقف عن العمل متقف عن العمل أو الزواج أو الإنجاب أو أي حاجة تختار لك ببالك أنك عندك فتاة سير قولها يوم الأول نهار العيد يوم الثاني نهار الثاني عيد ثالث عيد وقت الظهر أو العصر وقت الظهر أولى العصر إذن غادي نتبخر ونحل شعري ونحل قاع العقد ونقول باسم الله توكلت الله ونتبخر ونطرد العوارد ونطرد السحر ونطرد الموانع النية أبلغوا من العمل ونسكت ونبطل فمي أنني نبطل الكلام ما نقولش أشنو درت لأن إلا بحتي بأمورك حتى حاجة ما تصدق لك إذن أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير تنتمنى تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم